وصل رئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مطار العريش لمتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وذلك بعد لقائهما الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية وعقد لقاء صحفي ثلاثي مشترك خاص بتطورات الأوضاع في غزة والتأكيد على ضرورة تواصل إدخال المساعدات الإنسانية وحل القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل شامل وعادل اشتركوا في القناة